وبيعملوا ايه عندك؟ هم فين؟ طب اتفضل بس يا أستاذ مرجان اتفضل أستاذ مرجان احنا عايزون نتناقش بشكل حضاري حضاري اه ده بدل ما تقول لهم عيب انهم يسيبوا بيه تابون وبعدين هم ما بيعملوا كده ليه مش قادر افهم انا مش هارمهم من حاجة ومعيشهم احس نعيشة ولدك حاسوا انهم تهانوا قدام زميلهم الحكاية مش حكاية فلوس مبس يا أستاذ مرجان اه من حكاية ايه الثقافة الفكر العلم ده اللي هم مفتقدينه فيك طيب انا كده بقى او اذا كان عجبهم هو هذا اللي مخلفهم ولا هم اللي مخلفيني يا أستاذ مرجان ولادك كبروا ونضجوا فيهم حاجات كتير قوي وانت زي ما انت واقف محلك سر الفلسفة ديته ليه عندك في الجامعة اناك انا متعليش الكلام ده تبتكلميني وكأنني راجل فاشل فكري ايه والثقافة ايه بص يا دكتورة انا مشاريعي مالية البلد وبتشغل الناس وفتح بيوت التخت اللي انتو علينا عليها في الجامعة دي انا اللي موردها للجامعة كالشاكيل اللي انتو بتكتبو فيها من مصانع ورق مرجان المالي بتشربوها مية مرجان الحديد اللي شال الجامعة حديد مرجان الملابس الداخلية اللي انت لبسها من مصانع مرجان لو سمحت يا أستاذ مرجان تختر انفاذك كويس زعلت او يعني عشان قلتلك الملابس الداخلية طب يا سيدي ما تزعليش الاندروير وبعدين بقى انا مش جاي هنا عشان اتكلم في ملابسك الداخلية هما فين؟ هما اللي فين؟ ملابسك الداخلية اه العيل فين؟ خير يا بابا بيت هيقلي كفاية قوي اللي حصل من نهاردة الصبح في الجامع طوي اللي جابكو أنا بابا هتغلطك اللي كاتب الشعر اللي في ديواننا؟ لا يا سيد ما كتبتوش اعملوني بحكمة بقى الشعر ده تليف واحد مبنوه اول ما شاف الفلوس لعن الشعر على اليوم اللي كتب فيه الشعر وليه تعمل كده يا بابا؟ ازاي تشتري مجهود حد تاني وتنسيبه لنفسك؟ اوه يعني طلع ايه ده طلع زبالة وبعدين اعملت كده عشان ايه؟ مش عشان اعجبكو؟ عشان تكتقلوا بيه زبادة بتقولو انت عارف يا استاذ مرجاني انت نقصك شيء مهم جدا ايه بقى الشعر اللي ما استنادت؟ انك تتعلم نعم؟ ايه؟ نهضة الشهادات بتاعيكو دي ما استويش تعريفة لولا شغري كنت هتخرجوا من جامعة اشحاتو والحكومة خلاص لابتشغل حد ولا بتعاين حد ولما الشهادات مالهاش اي لازمة كده كنت بتعلمنا ليه؟ عشان ما انظركوا قدام الناس فابو ما انظر حضرتك قدام الناس؟ خلاص اروح اقدم في مدرسة والباس مريالة وارجع تلميز من جديد لو ده يعجبكم رغم انك بتقول ده بصخرية وكأنها نكتة لكن لو عايز رأيي هو ده الحل الوحيد اللي قدامك انت ايه اللي حاشرك دلوقتي؟ انا بتكلم مع اولادي انت مالك انت يالا انت هاي عالبيت هاتيجوا معاي ولا لأ؟ لأ خلاص تفلقوا كاكونيلة خليه باقي تصرف عليكم كاكونيلة عليكم وعلق بكم فيها باشا باكالوريوس روسي ده هيكلفنا حوالي عشرين الف دولار لو ساعدتك بقى عايزه بالماجستير والدكتوراه فممكن كله على بعضه يكلفنا حوالي مئة الف فيت يمان في الماجر وبولغاريا دبلومات عادي الماجستير ودي بأسعار اقل شوية ما فيش حاجة مني هنا يا حسن فيه بس ساعدتك شخصية عامة ناس كتير حتدور وراك فملوش لازمة وجع الدماغ ده يعني تاخد ساعدتك لسان سيبولاندي ده ممكن يوقف علينا بعشر تلاف دولار بس يا اسمع حسن انا ولادي دماغتهم جزمة هديمة زي كيفاء احكاة الشعر دي وبعدين بقى لاجتينهم الشهادة منبرة حيولي لجيتها ازاي وكنت فين ويقعد يسألوني فيها ويعملولي امتحان كمان طب ساعدتك شايف ايه انا هاخد الشهادة من اينا ومن نفس الجامعة بتاعتهم انا سعيد جدا بهذه الزيارة امور دي شاتك في حاجة بالنسبة للاولاد هم مشتكوا من اي حاجة لا 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 المشكلة مش مشكلة الاولاد مشكلة مشكلة انا بس قبل ما نتكلم في اي مشكلة ده شيك مني كده بالنبلغ على مقسم لترديد مباني ده معامل ده ده شيك كتير ده كلم سيادة والله اخباري معامل ايه المعامل زي مسيرتك عارف المعامل ترحاول نجددها يا ده شيك مني لتطوير المعامل 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 سيادتك اللي بيهتمهم مسيرة التعليم في البلد ده تعرف سيادتك انا باحلم بايه انا باحلم ان انا ازنع حوالين حرم الجمعة اشكار و جناين عشان الاولاد يستكشقوا او انظيف ده شيك بتاع الجناين ده يا ما شاء الله سيادتك عامل حساب الجناين انا لساني يعجز عن الكلام انا اشكرك جدا يا مرجبي انا نفسي اعمل سيادتك اي حاجة تؤمر بيها يا مرجبي انا عايز ادخل الجامعة عندكم هنا واكمل تعليمي انا نفسي ااخد الشهادة من هنا من عندكم الجامعة ده من دواعي سرورنا ده من دواعي الفخر للجامعة ان تكونت الميدة ملتحقة بها او بس في مشكلة صغيرة السنوية العامة بتاعتي قديمة شوية هي من اتنين واربعين سنة اتنين واربعين سنة اه يستثنى هذا الشرط انت بتتكلم في ايه يا مرجبي هي في الحقيقة من السنوية العامة هي دبلوم لاسلكي دبلوم لاسلكي اه 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 نكلم سيادت الوزير يا فاندي نكلم سيادت الوزير انت سفاني تريفير مثلا دي مسارة بسيطة جدا طيب دلوقتي انا عارف ان الدراسة ابتدت وباب الدخول اتقفل باب الدخول حاليا اتفتح علشان خطرك يا مرجبي انا مو تشكرين او يا دكتور بحج الله فعند بحج سلامت الله ناجح وموفق بإذن الله الامتحان النهاردة ما بيقتصرش على عراء راسي اللي بتقصناها في الكتاب صباح خير يا دكتور صباح الخير يا دكتور ده بعد يزني كان اتفضل ده الاستاذ عارفاه عارفاه كويس قوي السيد رئيس الجامعة موصي عليه توصية جديدة جاريت بقى سعدتك تهتمي بيه شوية زيادة مش محتاجة توصية دكتور طلبوا كلهم عندي واحد فضل يا مرجين على اذنك يا دكتور موسيقى 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 ده ده احنا سناتنا حلوة كلنا إن شاء الله بس يا أونكل أونكل إيه با؟ الحاجات دي متنفعش هنا يا الطنطماية الواد ده بيبصيلي كده ليه؟ ده محمود نورتين ملكش دعوة بيه ده رئيس أسرة نور الحق ومحبكها أول رئيس أسرة إيه؟ بعدين؟ لا أصلي أول يوم بقى ومنيتعرف عالزملاء يعني المحاضرة مش مكان للتعارف يا مورجان دي مش كافيتاريا مصطفى وصل لورقة الأزيلة انتحان إيه؟ وإحنا لسه صباحنا؟ ومتضر للنار كده على طول؟ أيب قص يعني ما أحزة أنا لسه مستجد ومسخنتش يعني اكتب اللي تعرفه اكتب اللي تعرفه اه هنا مع بعض مهميه نشغل بعض شوية وأنا تحت عمرك في أي خدمة يعني اه ها تليفون ده لسه جييلي نوفي ده بكاميرا ده هداية من اليكي مرسي قوي دي ورقة عشان تجاوب فيها وده قالك خب الكتاب خب الكتاب دي بصنة ده متحان أوبين بوك أوبين بوك إزاي يعني؟ مسموح نبص في الكتب والمراجع طم التعليم بقى سهل قوة ها يعني مسموح لكم كده ان كنتوا تنقلوا من الكتب عين عينك قدام المدرسين وانا اقول العال خبت ليه قدرس ايه ده ما ارجع عشان تنقل منه انقل من كل ده طم ما تنقلي لانت بيدك الحروة ما ينفعش يو 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 نورت المحاضر اعمل حج احنا النهاردة زر النبي هاي السمدبور من نورابة هاي